بسم الله الرحمن الرحيم وبينا السعين والصلاة والسلام ورشف الحق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى الله وصحبه أجمعين اللهم صلى وسلم وبركة على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملع العلى لليوم الدين أعزائي طلب السنة 3 السنة والنكمل حل كتاب المعاصر المراجعة النهائية سنة 3 عشرين واربعة وعشرين نأخذ مصرحة 165 بداية الكتعة المجمعة والأسرة المجمعة قبل أن نبدأ أسألكم الدعاء لأهلنا في غزة والسوريا والسودان يا رب نصرهم وقويهم وسبتهم وطعمهم وكسهم يا رب العالمين نبدأ لطولا عشان ما نضعش وقت نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم من صفحة 165 بداية الكتعة الأولى بيقول لك لفيدو باغ عيد الأباء أبغي لفيدو ماغ بعد عيد الأم كي سي سي لبغي يحتفل به أشاكم دونير دمونش أخر أحد من شهر مايو فيان يأتي أسونتو غ دور على عيد الأباء لتوازيم دمونش ثالث أحد من شهر يونيو في هذه المناسبة لأطفال أفري يقدمون يقدمون دي كدو هدايا لأبائهم جاتوا في لغ ظهور أسونتو غ دور على عيد الأم بور اونير لتكريم لير بير الأب وفرنس وفرنسا لفيد الحفلة بعد العباء أس لبغي انجوغال تحتفل عموما في ثالث أحد في شهر يونيو هذه السنة الحفلة دبغي اي في تيو احتفلت في 18 يونيو الحفلة بتاعت العباء أورجنزين ونظمت في الولايات المتحدة الأمريكية لدي الفكرة دي أورجنزيت أنظيم يونبور لفت الحفلة للأباء أو عيد الأباء فيان ديو أمريكي أأتي من أمريكا سنورة سمارت دوب من أمريكية سنورة سمارت دوب لامير دي سنورة أم سنورة أيتمو أغتماتي سييلو بيرو أنه أبوها وليام سمارت الذي آئل في رباها أو كبرها سيالبو مفردو من سن ست أطفال دون لير فيغم في المزرعة سنورة دي سيدي قررت دي كرير إنشاء عن جوغ يوم الاحتفال بتولو بير بكل الأباء في الولايات المتحدة لابرميار فت أو الحفلة الأباء أو أولوي وكمة 19 يونيو 1910 في فرنسا لابرميار فت الحفلة تحت الأباء التين أنصين طلقت بار لسوستي بواسطة مجتمع أو شركة أو مؤسسة فلاميار في 1952 لابرميار فت أول حفلة وكيمت في 19 يونيو 1910 أخذ رقم بي وليما سمارت آليفي ربا ست أطفال بمساعدة لوحده بمفرده أخذ سن لواحده سنون حسب الوثيقة كل سنة نحتفل بعيد الأم في آخر أحد من شهر مايو الأخيرة بيقول لك نصنور سمارت دبو كي الذي أعكد أنشأت فكرة بتاع عيد الأباء اللي هي لفود بيغ رقم بي اللهم صلوا وسلم وبرك على سيدنا محمد اللهم صلوا وسلم وبرك على سيدنا محمد اللهم صلوا وسلم ونصروا في فلسطين وسوريا والسودان يا رب العالمين سالو جورج أهلا يا جورج كمون فاتي كيف حالك موانا جي فات غبيانا أنا بخير جدا نصم لجودي نحن نكون الخميس 23 يونيو ساعة 17 نساء 5 جسوي أنكارا في أنكارا عاصمة تركيا سيسو بيغ انه رائع لفاقانس الأجازة أنا أحب جدا أنكارا برسكول أنها أنتغي بيل فيل مدينة جميلة جدا إلي دي بيل بلاج لها شواطئ جميلة جيم أنا أحب أن أمر السباحة صرته خاصة عندما يكون الجو حار كم سيجور مثل هذه الأيام سي ايمو أنه أفضل عن تسبح دال لامير في البحر الذي عن حمام السباح جسوي شي لقام مير أنا عندي الجادة بتاعت موننا مي صديقي ناديم الفيبيان دي لأكوزين هتطبو غيدا إنه بغبير تجهز لنا لبليف رز بالزبدة جاتو إنه لزيز البغل تغيب يان لو فانسي تتكلم جيد جدا فرنساوي شاك سوار كل مساء النورة كونت هتحكي لنا قصة النورة كونت هتحكي لنا قصة النورة كونت هتحكي لنا لطيفة تغيب ترسي وممتعة جدا جيفي بروندر سأخذ الطائرة أفيك موي بغان مع والدي يوم الاثنين ساعة تلاتة و تلاتة و تلاتة و تلاتين نوزل له سنصل عندنا ساعة تمانية و عشرة جيرست مغضي غبكة السلساء نرى بعضنا في المرسة الأربعاء ده ديفيد تعال نشوف ديفيد عايزي بليف ده كان طبع يبقى طبع توركي الأولى ديفيد و نديم يكونوا أصدقاء الثانية بورفاغ لناتاسيولي كي يمارس سباحة بيفضل لاميغ البحر رقم سي جورج و ديفيد فونتفور صارونا بعضهم في المرسة قال يوم مرضي ميركرودي الأربعاء لجوان بير الجده بتاعت نديم بيان بغلي تتكلم جيدا هي أصلا تركية وبتتكلم جيدا تركي و فرنسا وأكيد يبقى اخذ رقم به ديفيد اموية أرسل هذا الإيميل إلى جورج في الصيف عشان الجو كان حر بقول لك إنفامي أسرة ملتينج جومابيل على اسم كاترين جيسوي فرنسينا فرنسية أنا عندي 17 سنة جيسوي لفيا أنا طالبة سنوية جي فو أنا أريد أعتقد أن أكون بنت الرسام جيانا مين عندي صديقة في المرسة إنها اسمها فينيسيا إنها مليغ أفضل صديقة جيين بيكو أحب جدا المرسة ميمتياغ مواد المفضلة النار الفرنساوي والرياضياء والألعاب أنا أحب كثيرا ليران أقرأ ما فهمي أسرتي وأنا نحنسكم في إنغان ميزون منزل كبير فينيس عندي أخين الأول اسمه تريستيان 13 سنة والساني اسمه ألان 10 سنوات جيان غاند صور عند أخت كبيرة بالأسرة دي ستة لحد لا هي اسمها جابغيال هي تدرس الألماني في جماعة نيس هي تريد أن تكون جراند جيد مرشد كبير للسل الألمان من بيغ أبي يكون من ديسان طبيب من أصل إنجليزي أمي تكون صحفية من أصل بيجيك عشان كده أسرة متعددة الجنسيات مي فرير إخواتي وأنا بغلون أتكلم فرنسا وإنجليزي وألماني على ميزون في المنزل أجو دوي اليوم أون سامودي نحن نكون السبت نورين ديفيزيت نورد الزيارة على نوت غرام مير إلى جدتنا عندها 80 سنة هي تسكن في أنطابيس النات غيجين تيل لطيفة بتعمل جاتو جيد تشوفوا كدها الثالثة عايزة أولا سيك أتكلم عن أسرة لغرام مير جدت بتسكن في أنطابيس المتياق المواد المفضلة لكاترين إنها هي آلة فرنساوي والرياضة أخذ رقم بي بيقول لك لو بيغ دي كاترين دي أرجان يكون من أصل إنجليزي الأخيرة جابغير تستطيع ممكن يكون عندها هي في سنة سنوية بـ 18 كل دي تمنتاشر طيب الأفامي دي كاترين أسرة كاترين سي كومبوزية تتكون من إحنا قلنا ست أعضاء اللي هي رقم سي الشيخ مازن عزيزي مازن سئل الشيخ إنه من عندك الدية في الريف التي الذي يجي تكري أكتب لك منه بورتيدير لكي أقول لك أنني جي أي بلوما لم يعد عندي ألم في الرأس جي سوين بون سنتيه وبصحة قيدة لسومين لغنيير الأسبوع الماضي لومدسان الطبيب مي آدي قال لي أنني جي بغي أستطيع رفيين أن أرجع إلى كذا بلانكا في المغرب طيب كنت أشعر أنني حزين دي أتراً أكون بعيداً عن منه كل مدرستي مي بون ومي أصدقائي الجايدي لكن اليوم أنا أكون مع مي زمي أصدقائي لما ليغ الأفضل يكون صديق حمزة إنه تجوغ دائماً لوبريمير الأول في نطري كل مدرستنا معادة على كورس في الجري أو جي حيث جي اللغة بنية أكسبه تجوغ دائماً جي ميرين دي سوفون تشيروية أنا أرجع عنده دائماً لكي يوذاكر إنسان بنذاكر معاً نتسلم مع الكمبيوتر بتاعه إي سي ديسك والاستوانات الميع بغي هو علمني أسماء العربي بتاعت بعض العصافير دي أطر شوز أشياء أخرى علمنا أسماء الأشجار وبعض العصافير وأشياء أخرى هذا الصيف المي بغبوزي أكتر عليها الزهاب أفيك لوي معه في نزهة إلى أدجير دي أطر شوز أمراتك أخرى جميلة جداً نحن سوف نزور ونشاهد غبدي منامو كثير من الأشعار المشهورة مثل الكبه الكسبة لمدينة بلوزة تنمي صديقك إبراهيم في هذه الوصيقة إبراهيم نبغ لي وكلمنا أساساً عن صديقه حمزة حمزة يكون أفضل صديق لإبراهيم الأسبوع الماضي الطبيب أوضح إلى إبراهيم العودة إلى كذا بلنك كذا بلنك الأخير إبراهيم كان عنده ألم على تت في الرأس الأولى حمزة أفضل يعلم إبراهيم أسماء الأشجار رقم بي اللهم صلى وسلم وبركة سيدنا محمد اللهم منصر إخواننا في فلسطين وسوريا والسودان يا رب العالمي إبراهيم يذهب غالباً عند حمزة لكي يدرس أو يزاكي اليوم تبيك دي فيكتوريان جمبيل فيكتوريان جي أنا عندي 17 سنة إيدمية ونصف جسوي أنا أكون في المرسة بتاعة ماسينة في نيس جسوي أون تغازيم سيكون دينا محتلة سنوي سكسيون لتراتير قسم الأدبي جيمي ليف أنا أستيقز الساعة سبعة لأكل مرسة تبدأ ثمانية ونصفاً عندي خمس حسس لوما تان في الصباح أتغدى في الكنتين بتاع المرسة 12 ونصف عندي حستين بعد الظهر يبعندها سباح حسس لكوغ الحسس تبدأ الساعة تبدأ مرة أخرى الساعة أربعة أبغي لأكل بعد المدرسة جي في سبور ومارس رياضي يوم الاثنين والخميس أنا أعمل أمار السلة السلساء والجمعة أنا أذهب إلى صالدي موزيك قاعة الموسيقى حيث جي آكوغ عندي حسس جيتار كانت جيرين تري عندما أعود ألميزون إلى المنزل أضع لدونار قبل العشاء جي في ميدي فواغ أعمل واجباتي الساعة تمانية ونصف جي دنيا أنا أتعشى مع مامير أمي منبغ أبي ما بتتصر أخت الصغيرة أبغي بعد كده أجي فاعة دان ما شامبر أذهب إلى حجرتي أنا ألعب قليلاً على الكمبيوتر أشاهد التلفزيون أو أتصف على الويب ساعة 22 أذهب إلى السرير طيب في هذه الوثيقة فيكتورين توضح لنا جدوى المعيد الأولى فيكتورين تماري السلة هي قالت في السلة بتروح يومين الاتنين والخميس مني سيكون اسم مدرسة فيكتورين نوعة سبعة واثنين وعشرين الساعة 22 بتكون سيكوش نامت في المدرسة بتاعة فيكتورين برند تأخذ تأخذ واحد بالغداء اللي هي رقم سي فيكتورين ايه بعد الظهر عندها كم حصة قالت اربعة واثنين يبقى اتنين اللي هي الأخيرة كلك أي منظر تفض أنا اسمي لويزا طيب أنا عندي 22 سنة أنا ألبس يبقى على طول نحل في الصفحة الثانية عشان ما نضعش وقت يبقى بتكلم عن المنظر المفضل الأولى هنترجمها أنا عندي منطلون مخطة كميس مخطط أسود أحيانا أنا ألبس كميس كروهات أنا أقرح أنا ألبس كميس سادة أنا ألبس ديشو سير حزاء برباط كميس مخططة بيقول لك جومبال أنا اسمي شاغولت بيقول لي شاغولت ديشو سادة أنا ألبس كميس مخططة أنا ألبس ديشو سيرت وقاة لجن ستريتشات خضراء في رقم ستة ستريتشات خضراء أعلمت عليها بالمرة جيميت عن بانطلون جنزة أزرق ديشو سادة في رقم اثنين شوز تسطاد أنا أضع شميزر بلايزر واجيبة بيضاء أنا ألبس بسكت كوتشي بها بتلبس في رجليها كوتشي محددتش اللون بتاعه طيب بتلبس كوتشي أبيض أعلمت عليها في الناحية الثانية تعال نشوفه كولودت دي كولودت بتلبس كوتشي أبيض أنا عندي 18 سنة أنا ألبس فستان أحمر واجيبة كغو كروهات أنا أفضل أنا ألبس فستان روز وردي منقط أبيض عندما أنا أحضر إلى حفلة مرياش زواج في النادي تلبس نظارة كبيرة شغلت شغلت تلبس نظارة كبيرة أنا أعلم بس عشان صفحة ما أعودش في النادي أنا ألبس ترينج وكوتشي أبيض ما إحنا أخذناها طيب أسكر عندي 17 سنة أنا ألبس قميس أبوة منقط وسنتير حزام أسود يبقى هو بيلبس حزام أسود رقم بي علمت عليها برضو في الناحية التانية بيقول لك حزام أسود وحزام بني بينسير أنا ألبس كوستوم مبادلة كاملة عندما أنا أكون في حفلة أنا عندي نحن نشوف بقى الكطاعة نعملنا فيها سيدي كامو هذي الوثيقة أتكلم أساسا عن المنظر المفضل الأولى رقم 2 كولوديت بتلبس حزام أبيض قلناها أسكر يحب أن يلبس حزام أسود قلناها من يحب أن يلبس نظارة هذه الشغوية لويز يحب الأسود الثالثة شغوية تلبس لجين ستريتش فيرت أخذ الأخيرة عن حل الكطاعة اللي جاية بقول لك السنة المدرسية في فرنسا العمني سكولير السنة المدرسية كومونس تبدأ في شهر ستمبر وتنتهي في يونيو السنة المدرسية تتكون من 36 سومين 36 اسبوع دراسي الأطفال يذهبون المدرسة التدائي في سن ست سنوات هم يتعلمون لير الكراءة الكرير والكتابة والحساب لتأخذ فيما بعد هم يدخلون على الكوليج المدرسة للتدائي ثم السنوي حيث يدرسون لغات أجنبية مثل الإنجليزي والألماني والأسباني والإيطالي أو الروسي الاتدائي هم يدرسون ماتماتيك الرياضيات فزيك الفيزياء شميل كيميا استواعي التاريخ جوغرافيك جغرافيا لتغطير الأدب الزمت دونهم بغوا بروفسير عندهم مدرسين عديدين دانتولهم أتياغ في كل المواد أعلى نوفيغستي في الجمعة ونتدي ندرس لكم مرس التجارة والعلوم والطب والصيدلة كل اللغات الأجنبية التاريخ القديم والحديث كل البلاد الجغرافيا والفن والإبداع والإنشاء دانليغغانديفيل في المدر الكبيرة مثل مرسيليا وباريس والطلاب الجمعيين يستطيعون سوفر اتباع مؤتمرات أدبية وفنية طيب كتعة تقيلة شوية هذه الوصيدة هتكلم أساسا عن ماتير اسكولير مواد مدرسية عند الفرنسيين الجامعيين استطيعون اتباعهم مؤتمرات أدبية وعلمية فنية في المدر الكبيرة جرانديفيل للأخير بيقول لك في فرنسا السنة تبدأ في ستامب بيقول لك في المرسة السلام مباركة سيدنا محمد الله منصر أخواننا في فلسطين وسوريا والسودان يا رب العالمين لذي ليف التلاميذ الفرنسيين عندهم العديد من المدرسين نوم بروز بروفوسير الأولى نجلب لكتع المواقف ونجلب سيلة المواقف محلولة سيلة محلولة بادئ في صفحة مية خمسة سبعين بأول سؤال مش محلول يلا بينا فرنسال على تاريخ ميلاد فوتر غميزة ميلاك هتقول له متى انت تولدت الأولى نحخد الإجابة بس فوتر بيتين فرير أخوك الصغير يطرب منك لمتر ومتر يسير يسير على ماذا يسير على الراريخ كتبان بيقول لك فوتر غميزة تتكلم عن ماذا يوجد في فوتر شامبر حجرتك انت حتقول يوجد موار دولاب الأخيرة بيقول لك فوتر غميزة زميلك تغافي بل في الصور الماركت انت حتقول انه فوتر غميزة بيقول لك فوتر غميزة ميلاك فوتر غميزة ميلاك وضح لك ماذا لا يعرف ان يفعل في الريف هو يقول انا لا اعرف اجمع بيت اخذ الأولى فوتر غميزة ميلاك انت حتقول ماذا يفعل طمبير ابوك رقم سي فوتر غميزة ميلاك لا تحب الريف كسك تيفو دي ماذا انت تقول ده رائع رائع او الفزع او القرف اخذ الأولى فوتر غميزة ميلاك اي شيء نستخدم له كنمارس الملاكمة ادور على جونت الجونتيات الاخيرة اللهم صلى وسلم مبارك على سيدنا محمد الله منصر اخواننا في فلسطين و سوريا والسودان يا رب العالمين فوتر غميزة انتصل على خامة فوتر غميزة ميلاك ستقول ماذا يكون فستان رقم بي فوتر غميزة اختك تريد شراء بوليدا جاك ستقول اذهب الى قسم الرحوم رقم سي فوتر غميزة ميلاك اطلب من زميم المار مكان السوبر مارشي السوبر ماركت ستقول له اين يكون السوبر ماركت الاقرب من فضلك اخذ الاول فوتر غميزة ميلاكت اتكلم عن فوتر غميزة بجدوى المعيدة ستقول انا عندي ست حصص برجور يوميا رقم بي طيب احنا كده دي بداية الكطع نشوفه بداية المواقف احنا كده اخدنا المواقف التالت نشوف بقول لك فوتر غميزة على زميلك بانطلون انت ستقول له انه اصلي رقم بي فبغل انت تكلم عن مشروعاتك في العطلة انت ستقول الاخيرة اذهب الى حديقة الملاهي بيقول لك فوتر غميزة انت تعطي نصيحة لاخوك يعبر الشارع هتقول له هو هيمشي بمشي على ممر المشاعة اخد رقم بي انت تسأل على عنوان زميلك انت ستقول له اين تسكن رقم ا انت تصف زميلك يطلب منك اي رياضة تكره انت ستقول له انا اكره التسلق رقم بي انت تصف جدك انت ستقول انه اصلع وضع عضلات رقم س فوتر غميان انت تعبر عن ميولك السنوية انت ستقول انا احب الفرنسا وياخد الاولى اللهم صلى وسلم وبركة على سيدنا محمد اللهم انصر اخواننا في فلسطين وسوريا والسودان يا رب العالمين ستقول لك زميلك يطلب منك اين تمارس السيكليزم ركوب الدراجات انت ستقول له البحر صلت الالعاب اخد الغابة انت تصف ماذا يكون اليوم انت ستقول له الفيبو جو جميل الاخيرة تطلب من زميلك زي الرياضي انت ستقول له عرني زي الرياضي الاولى دي كرافط معروف وده قميص وده باتلة فوكس بغمية انت تعبر عن امنيتك لزميلك الرياضي انت ستقول له انا احلم برؤيتك تلعب في فريق بارسلون بارشلونا فوديمون ستقول له فوديمون انت تطلب من فطغة ما من امك عيناء تذهب لكا تشتري لحوم اخد البوشغي محل الجزارة يطلب منك رأيك على سينوفيل فيست الجاكت الجديد انه طوب كورت انه قصير انت تصف الى فتر كارتير انه كبير وحديث انت تتكلم عن اكلة ايطالية انت هتقول ندور على حاجة فرنسا في مصر في المانيا اخد الماكرونو انت تنصح فطغة ميزة ميه لك الذي يتنقل بالعجلة انت هتقول له سير على ممر العجل الاولى انت تتكلم عن عناصر الطبيعة التي انت تحبها انت هتقول انا اعشق المنتان الجبل والبحر اللهم صلى الله عليه وسلم وبركة سيدنا محمد الله منصر اخونا في فلسطين وسوريا والسودان يا رب العالمين انت تتكلم عن لونك المفضل انت هتقول جيم لوفيغ احب الاخدر اللي هي رقم بي انت تريد ان تأكل كسك فو دي ماذا تقول لأمك جياه فيما نجعان الاخير انت تطلب من زميلك سيدنا مبنيو رأيه على فطغة نفوكس تم بدتك الجديدة انت هتقول له كيف قدلت الجديدة ما رأيك فيها اخد رقم سي انت تقول لك انت تجعل اول شارع على اليسار اخد الاخير انت تطلب منك كمون على الليل كيف تذهب على جار الى المحطة انت هتقول له انت تتجعل اول شارع على اليسار اخد الاخير بيقول لك انت تقبل انفتاسيون دعوة زميلك ماذا انت تقول حتقول له جيفا في نير عفيك بزير ساعت بكل سرور رقم بي بيقول لك زميلك اي اي بني اي باب غت ليس جاهز الذهاب معكم الى صلت الالعاب وانت سوف تكون متأخر انت ستقول له اسرع رقم بي بيقول لك فيه انت تعمل كمبرسيون مقارنة بين الريف والمدينة انت ستقول ادور علي فيها الريف والمدينة اخذ الاخير رقم دي بيقول لي وانت تتكلم عن اوقات فراغ في العطلة انت ستقول انا اخذ اللي تحتها انا امارس الجود واسنع اوقات الفراغ وانت تتكلم عن سمات فطغ بروفسير مدرسك انت ستقول له انه سم براع رقم سي بيقول لك فوديمون تطلب من الفاغ ماسيان السيدلاني سعر دواء انت ستقول له كم سمن هذا الدواء رقم بيني كم نشوف الصفحة اللي جاية فيها ايه بيقول لك فوك سيبليكين تشرح الى فطغ زميلك بوركوالي ماذا انت تسافر بالطائرة انت ستقول له لانها بليكم فوغ تابل الاخيرة رقم دي فو بروندر كونج انت تودع زملائك انت ستقول لهم ابيان تو الى اللقاء الاولى فوديمون تطلب من زميلك من زميلك لرفي رأيهم على صهرة امس انت ستقول لهم كمون فو فطغ بي كيف وجدتوا صهرة امس رقم سي الجملة اللي بعدها بيقول لي فوطغ بو بغلي انت تتكلم عن الى زميلك عن دكورة سيون دكور حجرتك انت ستقول له تيجي تتكلم عن الدكور بتاع الحجرة حتقول له في حجرة يوجد ستاير ولو حاخد الاولى دي دكور فو مفتي انت تدعو فطغ مي زميلتك الى المزرعة وهي ترفض هي هتقول لك اسفه انا اخاف من الحيوانات الاخيرة فو ري سيفي انت تستقبل زميلك الفرنسي في المطار انت هتقول له بونع غي في وصول صعيد الاولى انت تكون في قسم منتجات الالبان انت هتقول الالباع اه اه افيفو عندكم جبنا رقم با نكمل نشوف فو ديمون انت اطلب من فطغ زميلك سنو بنيون رأي وعلى نفو بورتابل المحمول الجديد انت هتقول لك ايه ام بانسين يعني ما رأيك فيه بيقول لك فوني امي بقى انت لتحب فن النحت انت هتقول او تحبش النحت هتقول نحت انه وحش ااخد رقم سي فو ديمون انت تصف فو تغمي زميزون منزلك ماذا انت تقول هتقول يتكون من سبع حجرات الاولى بيقول لك انت وقدت مدرب مدرب او كلوب في النادي ماذا انت تقول هتقول هذا المدرب يكون انا من رقم به اللهم صلى وسلم وبركة سيدنا محمد اللهم منصرخ وانا في فلسطين وسوريا والسودان يا رب العالمين او ريسترون في المطعم فو ديمون تطلب من الجرسون حلوة مفضلة هدور على ايس كريم بلا لناس الاخير اصور انت تكلم عن رياضك البحرية المفضلة ماذا انت تقول هتقول انا احب الكتسير في التزلج على الماء الاولى انت تكون عندك جزار ماذا انت تقول هتقوله انا اريد كيلو لحمة الاخيرة بيقول لك فو ديمون تطلب من زميلك لدوبليمينت مشروب النعناع انه ماذا انه بوسم مشروب الاولى بيقول لك فوف ليش اشتيغ انت تريد شراء صندل ماذا انت تقول هتقول لو انت عايز تشتري صندل هتقوله انا اذهب الى محل الشوسيغ اللحزية الاخيرة انت تعبر عن امنيتك انت تكون صيدلاني انت حتقول انا اريد ان اكون صيدلاني رقم سي انت تسأل على الامة خامت مال بس انت حتقول له ان كوا من ماذا يكون الفستان رقم بي انت تطلب من زميلك اين يقضي سيفاقونس اجازته ماذا انت تقول هتقوله اين ترحل في الاجازة رقم بي انت تعطي فتغ بنيون رايك على حجرة زميلك انت حتقول له الحجرة مؤنس اليبيان رانجي انها مرتبة الاولى طيب بيقول لي فوز اندكي انت توضح خط السير المار راح تقول له مشي طوالي دياد انت بخير خدنا رقم سي انت توضح الى فوت غميزا ميلكس فتري باسون هويتك انت حتقول له الرسم انه ما باسون هويته رقم سي فوت غميزا ميلكس انفو ميسل على مكان الذي فو باسيتك دي اجازتك فيه انت حتقول له الريف انه ممتع اخد رقم سي انت عا نكمل الصفحة اللي جاي نشوف بيقول لك لو بلونجير الخباز فو ديموند يطلب منك ماذا تريد انت حتقول له تلاتة عيش طويل الاولى فو انفو ميان تسأل على بداية المباراة حتقول له في اي ساعة كومونسي بدي بداية في اي ساعة تبدأ المباراة ياخد الاولى فوت غميزا ميلك قادي زميه عنده اصدقاء ماذا انت تقول حتقول لي ليسو سيابل انه اجتماعي الاولى فوت غميزا ميلك فو اندكي يوضح لك ماذا تحتاج لكي تعمل امليت عيجة او بيت اخد الاولى انت تقبل لا تقبل دعوة زميلك انت هتقول له ااسف انا مشغول رقم بي فوت غميزا ميلك فو اندكي يوضح لك ماذا لو سب بورتير مشجع يعمل هو حيقول هو يشجح سوني كيب بفريقه فوت غميزا ميلك بغفر يفضل لفيل حياة في المدينة هو حيقول برسيكولا انا اجتماعي الكل الذي يريده اخد الاولى دخلنا على القواط صفحة 180 سابل من اما تلاقيها اخد كومون كومون سابل قبل ليه لو مدسان استدعي الطبيب استدعيه الهاء عايدا على الطبيب مذكرة اخد له خلال اوضان انسو من عمتي سوف تذهب او او دي بتيجي مع الدول المذكرة والكاهرة والفيوم والسين بتجيش مع الجزور طيب دي باريس مدينة بتاخد او مصر بتاخد ان ودي بتاخد او برتغال بتاخد او عشان دي الدولة مذكرة الله مصلى والسلام ومبارك على سيدنا محمد الله منصر اخورنا فلسطين وسوريا والسودان يا رب العالمين جملة رقم اربعة ونوات انتريند غدا ده مستقبلي بفوزا ليه فو دي بلاسي انت تتنقل الاولى ده مستقبل ده ماضي حديث ده مضارع ده نونو سوم دي بلاسي ده ماضي مركب فو تغضط التاريخ مؤنس اخد كل التاني ليسي اللونية الاقلام الفسفورية تكومون دية جمع مذكرة اخد جغيل اولى جمع مذكرة كيس كي فا ماذا فا سوب الصيحة ده سا اخد ده فعل زود امرين يحدث او يتيم ما اخد سوب البغطين ما احضر لي الدو بتاعت مذكرة اني واحدة في دول بتاعت مذكرة ادي مؤنس ادي مبدو بمتحرك ادي مؤنس ادي مشروب نبوم بنعناع مذكرة اجتوه يكون له دي زغط الحلوة حلوة مذكرة اخد له بيقولك سيني فيبا ده فربعاتر لا يتأثر بالنفي وكلمة كغو زريبة او استابل استابل مؤنس اخد اني الاولاني الي انكور ملض هي مازالت مريضة قال له هي لم تعد يبقى كلمة انكور نفيها نيبلو لم يعود سيدي بي انها ازواج من الشوسيت الشربات جمع مؤنس اخد مارون الاخيرة انت تعمل احيانا يوم الحد قال له انا لا اعمل برفو انا فيها جميع انا لا اعمل ابدا يوم الحد ها هي جروند فش دي صفة جمع وراها اسم جمع اخد دي او يبا دي او بيجو وراها صفة جمع زايد اسم جمع اعلاني يكون في العمل قال له هو في العمل نفس الجملة مثبتة والسؤال المنفي اخد سي لا تشرب اهوال اصوار في المساء دي امر دي تنفع امر دي مع ال ال لا تصلح ودي مصدر لا تصلح ودي مع ال ال بتاعت الجمع لا تصلح متان كل صباح جان ايه بارتي راح لدى ماضي مركب بيبقى بعد غد غدا امس ضم خلال بداية مستقبل ثلاثة واحدة ماضي مركب بيقول لي سيلفو بلين فضلك السي تو اه مافت احضروا جميعا الى حفلتي هنا في صفات ملكية في صفات ملكية ماشي يبقى اخد اه بيجي وراها صفات ملكية دي لقيت بعدها صفات ملكية ولا دي ولا دي الليفو اتذهبون الى البرازيل بوركوالي مازا مي بيتات صغاري انا عشتري اليهم عايز اليهم ااخد للتالتة هنشوف الصفحة اللي جاية فيها ايه الموفي اما ابو صرب بتجي مع حاجة مبدو بحارفه متحرك مفيش غر ايدي يساعد يجب انتوا ساعدني انا ااخد خمس فاكهات يوميا شهريا اسبوعيا سنويا ااخد كلمة تقباغ بقول لك مونغان بير جادي يكون سوبر دي جامع ودي مؤنس ودي مؤنس اخد دي نمكة النشيط تمشي مذكر وتمشي مؤنس بو تي ايه انت تستطيع ان تأتي شي مواع عندي مي برامة لدي موافقين اخد انت عشان نهيتها يكسق دي نهيتها وان تي وده نهيتها تي وده نهيتها تي نحن نسكن في الفيوم احنا قلنا القاهرة والفيوم بسينا بتاخد اوه لفغويل فواكه تكون مندغة لصفة الخضروات اخد اغلى الاولى بلو دي اذا لم نجد كوفي الجملة وديت بيقوراه اسم ودي بيقوراه اسم الياه النيابة لا يوجد ده نفي في حالة نفي حط يدي اوه يدي اوه بصطرف اخد دي اوه نوزلوف وجير سوف نسافر الى البرازيل ده مستابل اخد دمان غدا دير السنة الماضية ماضي ايير امس ماضي الخميس الماضي سيت غوب هذا الفستان يكون عايز لون ماشي مذكر معنا اسألك اورانج ده هودا سي ده فربيات رواخد تبعية ده فعل الزو ضمرين يبقى هودا بتسوى الضمر الا اخد ايه الاخيرة بيقول لك فو نيزت بقى انت لا تكون على فغم في المزرعة هاول له بركوا لماذا الاخيرة الثالثة اكسسوغي اكسسوار مفرد مذكر اخد من الاولى من الاولى اه لوفو لغض الوشاح الوشاح لفريز الفراولة تكون صغيرة عن بم التفاح ده صفة اخد كلمة بلو اللي بيجوا وراها صفات الادواغ وهو يعشق نقاط دانلاري فير في النهر الفعل اولا مصرف يبطني مصدر اخد ناجير الاولى لجموة التواعيم بتوجاري عندهم عيون الشعر والعيون جامع مذكر اخد فير بلو هي اللي تنفع جامع مذكر ادي جامع مؤنس جامع مؤنس جامع مؤنس الحمد لله رب العالمين انا انجس معكم من صفحة 165 لصفحة 183 هنكمل بعد كده حل القواعد والجزء بتاع الأسئلة المجمعة تنساش تعمل الدعاء لأهلنا في غزة والسوريا والسودان تنساش تعمل لايك وشين الفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر